اشتركوا في القناة هيكلفوا قد ايه في الاكل والشرب طبعا التكلفة المعيشة اجمالا بتبقى محطوطة ان هي كأفرج كل طبعا مكان بيختلف عن التانية يعني كل عيلة بتختلف مصارفها عن التانية بس الاساسي في المنتجات هي الاكل والشرب ازاي نعرف التكلفة من وحنا لسا عالين في البيت من قبل ما نيجي نيزلاندا هقول لكم معلومة احنا عندنا هنا تلاتة سوبر ماركت رئيسية في نيزلاندا وهي Countdown We Back and Save We New World التلاتة السوبر ماركت دول عندهم شوبينج اونلاين عندهم مواقع اونلاين تقدر انك تعمل عليهم شوبينج اونلاين نفس المنتجات بالضبط اللي موجودة في السوبر ماركت هتلاقوها على الويبسايت نفس العروض اليومية والاسبوعية اللي موجودة في السوبر ماركت برضو هتلاقوها اونلاين فيعني انتو الابديت معاكم يوميا انا مثلا مش هديكم معلومة جديدة او قديمة او حاجة لا دي حاجة سبتة بتتجدد يوميا وموجودة على طول يعني فانتو سهل جدا انكم تحسبوا التكلفة بتاعتكم طبعا انا مش هعمل لكم مقارنة على الاسعار للثلاثة السوبر ماركت لان ده طبعا هيتول الفيديو انا عايزة ان اوصل لكم معلومة بسرعة وازاي انكم تعرفوا المنتجات يعني بكل سهولة نيو ورند يعتبر اغلاهم في الاسعار بس برضو بيعمل لكم عروض مكتوبة هنا كمان سبيشلز هاي سبيشلز دي اللي هي العروض الاسبوعية او اليومية اللي بيعملها تمام يعتبر اللونه اصفر ده والاخضر دول يعتبروا متنافسين ومتقاربين جدا في الاسعار يعني انا دول بيعتبروا اكتر اتنين انا بروحهم واكتر اتنين انا باتعامل معهم بشكل اسبوعي فيعني لما بقي مثلا ان انا بشتري الليستة من كونت داون وبروح اشتري نفس الليستة مثلا من الاسعار فعلا متقربة جدا ممكن فرق اتنين تلاتة اربعة خمس دولار بكتير يعني مش فرق رهيب فيعني دول اكتر اتنين متنفسين جدا في الاسعار انا النهاردة حديد لكم المثال على من وفي نفس الوقت انا هحط لكم لينكات التلات مواقع لان يعني الممكن حد يكون ساكن ما يكونش جنبه متحسن باكا نسيف يكون مثلا جنب نيو وورل فيكون يعني اعرف ايه الاسعار اللي موجودة حاليا ويهه العروض اللي موجودة حاليا طبعا التلاتة السوبر ماركت دول عشان كبار مثلا الناس فقر ان هما لا ده في المدن كبيرة بس لا السوبر ماركت دي موجودة في كل مدينة في نيوزلندا وكل حي في نيوزلندا موجودة بشكل كبير جدا يعني ممكن في الحي الواحد هتجد اتنين منهم يعني او ساعات بيكون تلاتة فالسوبر ماركت دي موجودة حتى في المدن الصغيرة يعني ما تقولش خالص خالص الموضوع ده تمام طبعا هنا علشان شوبنج اونلاين لازم بيكون عندك حساب تمام فاحنا عشان اهل البلد فاحنا عندنا آآ يعني بيبقى عندنا طبعا عنوان والحاجات دي كلها فبنقدر ان احنا نسجل انتو عشان خارج البلد لسه فانتو تقدروا انك تكتبوا الاسعار في ورقة علشان تحسبوا التكلفة بتاعتكم الاسبوعي كام فهي دي الفكرة انكم تحسبوا التكلفة وتعرفوا انتو هتصرفوا قد ايه بالاسبوع او بالشهر فتبقوا حاسبين تكلفة المصاريف بتاعت الاكل والشرب من قبل ما تيجوا فتكونوا عاملين البودجت بتاعكم انا هتدي لكم مثلا النهاردة على باكا نسيب وفي نفس الوقت هتدي لكم لينك التلات مواقع تحت الفيديو فانتو هتلاقوه موجود في صندوق الوصف هندخل مسلا على ديالز ديالز دي اللي هي تبقى العروض الاسبوعية دي ان نعرف مسلا ايه العروض الاسبوعية اللي موجودة في السوبر ماركت كله هندخل عليها تمام دلوقتي لقينا في عنده حاجات كتير حاجة تانية عشان هنرفكوا عليها بس اللحمة والفراخ في كل السوبر ماركت مش كلها حلال بالذات الفراخ دي في انواع الفراخ في منها حلال كتير في السوبر ماركت لان بدلوقتي اغلب الشركات اللي موجودة في نيوزلندر بتتبع حلال لمنتجات الفراخ فدي حاجة تقدروا انكم تعرفوها انا هقول لكم برضو لو الناس عايزة تعرف المنتجات الحلال انا بقدر ان انا تواصلوا معي وقول لكم المنتجات الحلال دي مفيش فيها مشكلة ان شاء الله طيب دلوقتي نيجي بقى لأسعار يعني ازاي بقى نعرف الأسعار والحاجات دي كلها يعني دلوقتي مثلا انا عايزة اشتري موز البعدة دلوقتي الموز مثلا عندنا هنا الكيلو باتنين تسعة وعشرين الكيلو تمام فانت دلوقتي هتحسب انا دلوقتي كيلو موز بكزا تكتف ورقة لو انت مش عارف تعمل اكاونت عشان انا هنا مثلا هكتب اه يعني انا هنا هغير مسلا الويت عايزة مسلا وان كيلو تمام بغيره وبعمل اد وان كيلو انترولي فهنا جالي في الترولي بتاعي اهو اتنين تسعة وعشرين تمام لو انتو مش عارفين تعملوا اكاونت على الموقع بتاع السوبر ماركت تقدروا بكل سهولة اكتبوا في ورقة وقلب المهم في الاخر انك تعرفوا اسعار المنتجات الحالية كام يعني ده الموقع دي بتعمل لها اب ديت يومي على طول يعني علشان العروض بتتغير اسعار المنتجات بتتغير فالمواقع دي على طول بتتعمل لها اب ديت فدي حاجة هنا مسلا سعر الزبدة نصف كيلو اه خمسمائة جرام بخمسة دولار تسعة وعشرين ده نوع من الانواع النوع اللي هو اسمه انكر دي طبعا الشركة طبعا كبيرة يعني مش صغيرة اه مسلا هنا تفاح الكيلو باتنين دولار تسعة وتسعين مسلا هنا تقدر طبعا تشتري بالواحدة وتقدر تشتري بالوزن كده في عندنا طبعا خضار بنشتري بالواحدة يعني مثلا زي البروكلي مش بالكيلو هنا بالواحدة اتنين منهم باربعة دولار الافكادو مثلا الاتنين منهم باربعة دولار دي برضو بتتحط هنا عشان تعرف اذا كانت بالواحدة او لأ هنا البرودكت تحت البرودكت كي جي يعني ده بالكيلو بتتباع بالكيلو او اي اي اللي هي ايتش اللي هي بالواحدة فانت هنا هتشتري المنتج ده بالحبة الواحدة يعني فهي دي النقطة هنا مسلا دي خمسمية جرام الزبدة دي خمسمية جرام كده فانت بتلاقي الوزن مكتوب انت هتشتري وزن قد ايه فدي حاجة برضو تعرفوها هنا مسلا كيس الطوست احنا طبعا عندنا هنا الطوست ده اساسي يعني اللي هو العيش اللي هو العربي بتاعنا موجود برضو بس مش يعني وموجود في السوبر ماركت بس بيكون غالي بس فيه اماكن تانية بتبيع يعني العيش موجود وعلى فكرة ما تلاقيش خالص الموضوع الموضوع اللي انتم متعودين عليها مش هتلاقوها هنا لا بالعكس ده هنا عندنا برضو كل حاجة يعني عندنا الملوخية وعندنا البامية وعندنا القلاس وعندنا ورق العنب عندنا كل الحاجات دي بتجيلنا مجمدة من البلاد العربية ومن مصر فانتو بتقلقوش خالص من الموضوع لغربة بقى وانتو مش هتلاقو المنتجات اللي انت عارفينها على فكرة عندنا كنافة كمان وعندنا قلاس فمتقلقوش خالص من الموضوع ده بس انا بتكلم بالوقتي في الناس اللي عايزة تعرف تحسب التكلفة بتاعتها بتاعت الاكل والشرب اللي حيتكلفوه في الشهر او الاسبوع عشان يحسبوا البالجت بتاعتهم فدلوقتي هنا في هنا دي العروض بقى كلها موجودة بكل طبعا في موجود هنا فوق في الشب انك متقسم بقى يعني المنتجات مثلا الخضار والفاكهة لوحدهم والحاجات والمسلا اللي عيش والمخبوزات لوحدها فمتقسمين بس هنا ده انا دخلت في المكان اللي فيه العروض اللي في كل الاقسام بتاعت السوبر ماركت هنا مسلا دي زبدة تانية نوع زبدة هنا الارنبيت اه هنا برضو دي صلصة طماطم اه طبعا انواع كتير واشكال كتير هنا ده الشبسي مسلا شبسي مسلا ده الشبسي مسلا ده الشبسي الكبير اللي هو الحجم العائلي بتاعنا في مصر لو مية وخمسين جرام اه فهنا مسلا الاربعة منه بخمسة ده عليه عرض الاسبوع ده وحلوي يعني اه وده برضو منتج حلو يعني بلو بيرد ده منتج نيوي زيلاندي حلو فطبعا شايفين هنا المنتجات لحد الف برودكتس عليها عروض الاسبوع ده من المحل اللي هو اسمه او السوبر ماركت اللي اسمه باكا نسيب فاحنا مش هنقلب طبعا في الخمسين صفحة انا بديكم مسال ازاي تعرفوا الساعة اسعار المنتجات عايزين مسلا نضيف هنا الكيس الشبسي ده مسلا هنقول الاربعة عشان ناخد العرض نكتب اربعة ونعمل اد فحتطلع لي فوق هنا هتضاف على الموز دلوقتي حواليكم شكل الكارت بتبقى عاملة ازاي الشوبنج لست بس زي ما بقول انتو لو عايزين اه مش عارفين تعملوا اكاونت تقدروا تكتبوا فورا وقلب المهم انكم تعرفوا اسعار المنتجات عاملة ازاي تمام عايزين مسلا هنا ندور على منتج معين اسمه معين مسلا هتكتبه هنا فوق الاسم مسلا انت عايزين مسلا بيبي برودكت يا منتجات اطفال تقدروا تكتبوا فوق هنا وتعرفوا او انكم تقدروا تعملوا الشبها ان كل الاقسام بتاعت السوبر ماركت هنا مسلا الحاجات اللي هي البرده الحاجات البنتري الحاجات اللي هي pontos درينكا. طبعا مناش دعو بالقسم ده. القسم ده اللي هو بتاع الكحوليات ده مناش دعو بيه. عشان كده بقول مناش دعو بالقسم ده. اللي هي الحاجات الشخصية اللي هي المنتجات العناية العناية الشخصية يعني. هنا بيبي طوله مثلا الكتشن والديينج. لان ده زي مثلا كارفور في مصر. اللي هو فيه كل حاجة. يعني فيه يعني من الآبرة الثالوخ زي ما بنقول في مصر. آآ فهنا مسلا منتجات اللي هي الحيوانات الاليفة برضو بتتبع في السوبر ماركت. آآ مسلا حابين تعرفوا ايه مسلا ندخل على ايه. آآ تحبوا مسلا ندخل على المنتجات آآ اللي هي البردة مسلا هنا في الديري والأيج. آآ تشيز خلينا ندخل على ده معروفة بالشيز. ندخل على دلوقتي مسلا انا فيه مسلا منتج معين انا عارفاه بقدر ان انا ادخل واشوف. لكن انا مسلا عايزة اقلف في المنتجات كلها اشوف ايه الجبن اللي موجودة في نيوزيلندا. هنا فيه الجبنة البلو اللي هي الريكفورد زي ما بنقول في مصر. آآ هنا فيه الفلادلفيا آآ الجالاكسي كريم فيتا. ليه الجبنة الفيتا. هنا البري. آآ انواع انواع كتير كتير كتير. طبعا آآ فيه هنا من الاكبان آآ طبعا فيه منهم آآ حلال وفيه منهم مش حلال. بمعنى ان الرينت اللي هو آآ اللي بيستخدم في آآ عمل الجبنة فيه اللي هو بنشتري حاجة اللي هي النون انيمال. حاجة مش حيوانية. بدي تعتبر حلال. فهي هي الحاجات المعروفة اللي هي زي الانكور والحاجات دي كلها والجالاكسي وكده دول حلال. لان الرينت اللي هو بيستخدم فيه تصنيع الجبنة. طبعا انا مش هدخل في التفاصيل الحلال والزي ان نعرف المنتج حلال ولأ ده دي دي نعرفها بعدين مفيش مشكلة لما نيجي نيزلندا ان شاء الله المعلومات دي كلها انا بوفرها لكم على الصفحة بتاعتي بازن الله. آآ لكن الزي ان احساب التكلفة ده الهدف الرئيسي من الفيديو فمش عايزة ان انا بس اطول عليكم. آآ دلوقتي هنا فيه اجبان كتير مسلا عايزين مسلا يعني اشتري النهاردة هناخد واحدة منها. طبعا زي ما قلت لكم الحجم بتاعها بيكون مكتوب تحت الكل اس من الاسامي بتاعت المنتج. دلوقتي احنا اشترينا مسلا تلات اصناف لحد دلوقتي فيه اجبان كتير فيه موتزاريلا وفيه شدر وفيه كريم تشيز فيه منتجات كتير جدا. طبعا هنا عندنا متين وتمنتاشر نوع من الجبنة. شايفين احنا هنا بنعرف البرودكت تحت قد ايه? وحداشر صفحة. فعايزين تقلبوا في كل الصفحات بقى وتستكشفوا براحتكم ما فيش مشكلة. بس انا مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. ده مسلا كمسال لجبن. خلينا مسلا نروح لآ اه ايه تاني او هنا انا مااخدش بالي من الكاتجوري ده وبكري. ده اللي هو المخبوزات. خلينا ما نشوف مسلا ندخل ونشوف ايه اللي عندهم. آآ عندهم طبعا منتجات الحليب. هنا في طبعا فيه كزا نوع من انواع الحليب. يعني هنا ده آآ حليب كامل الدسم. حليب خليد دسم حليب منزوع اللاكتوز يعني فيه انواع كتير جدا انا هسيبكوا تقلبوا فيها براحتكوا يعني. اه مسلا انا عايزة وفيه تلاتة لتر فيه اتنين لتر فيه لتر على حسب انتو عايزين ايه? هنا مسلا انا عايزة تلاتة لتر ده بتلاتة لتر بخمسة دولار تمنتاشر. ده الساعة بتاعه هنحط اد. طبعا بيجي لي في الكارت فوق. هنا العرباء بتاعتي. هنا ده هنا فيه طاست فيه طماطم. طماطم الكيلو بخمسة تسعة وتسعين الكيلو. اه طبعا اسعار المنتجات بتختلف برضو على حسب الموسم. يعني مسلا موسم الشيطة غير موسم الصيف. الفاكهة دي موسمية ولا اه ولا مش موسمية. فالسعر بيختلف. طبعا التماطم عندنا فيه اوقات فيها بتوصل لتلاتتاشر دولار الكيلو. وفيه وقت بتوصل ان هي عادي اتنين دولار. اللي هي السعر العادي المتداود. بس ده على حسب الموسم. ده طبعا موجود في كل مكان يعني. فالناس تقول خمسة ستة دولار الكيلو طماطم ده يعني حوالي ستين جنيه في مصر. ما تحاولش انك تحسب تحول العملة والحاجات دي كلها. لأ انت عايش هنا في نيزيلندا. فانت بتقبط بالعملة بالنيزيلاندي وبتصرف بالنيزيلاندي. فانت كأنها هي اعتبر دي بستة جنيه مصري. يعني لو انت مثلا بتقبط الف جنيه في مصر. هتجيب كيلو طماطم بستة جنيه. لو بتقبط الف دولار هنا. جيب التماطم بستة دولار. ده الفرق ما تحاولوش انكم تحسبو تحولوا العملة في الاسعار علشان هتحسوا انكم ايه ده? لا ده احنا هنتكلف كتير. لا انت هتعيش هنا في نيزيلاندا فانت هتصرف بالدولار. فده الاسعار بالدولار وهتقبط كمان بالدولار النيزيلاندي. فهنا فيه منتجات كتير. هنا فيه موز. هنا فيه تفاح وبطاطس. الكيلو البطاطس مسلا بدولار تسعة وتسعين. فيه مسلا بتبقى كده بتبقى مثلا بتتبع اتنين كيلو او اتنين كيلو ونص مسلا بطاطس بستة دولار او حاجة يعني. ففيه هنا الف في الكاتيجوري ده. طبعا السوبر ماركت انتم بتخيلين بيكون كبير بيكون فيه منتجات كتير جدا وكل حاجة. بس انتم عارفين مسلا ايه الاساسيات اللي انتم محتاجين تعرفوا اسعارها. العيش. الحليب. الخضار. الفكهة. المنتجات الشخصية. الحاجات دي كلها. كل الكاتيجوريز وكل المنتجات موجودة. انتم تقدروا تستكشفوا كل حاجة عندك وقت تتقلب في كل المنتجات. فهي دي النقطة الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكم. انكم انتم تقدروا انتم تعرفوا وتحسبوا التكلفة بتاعة المنتجات اللي هتقدروا ايه تصرفوها في الاسبوع او في الشهر. من خلال المواقع بتاعة السوبر ماركت المواقع دي بتتعمل لها ابدات يومي او اسبوعي علشان العروض او الاسعار لو اتغيرت بتتعمل لها على طول ابدات. فانتم المواقع دي هتفتحها في اي وقت هتلاقوا الاسعار موجودة عليها ابدات زي ما انتم هتشوفوها عندكم في المكان اللي انتم موجودين فيه. انا هنزلت جيبها من السوبر ماركت بنفس التمن وبنفس الساعة. فانتم هتلاقوا لينكات التلات مواقع. انا قبل ما امشي بس هوريكو شكل الكارت بتكون عاملة ازاي? عايزة اشيل منتج بشيله. عايزة ان انا ازود مسلا عايزة اتنين كيلو موز بقدر ازود. عايزة ان انا مسلا ازود مسلا اتنين حليب بقدر ازود. فدي الحاجة بتكون شكل الكارت. وفي الاخر برضو بقدر ادفع اونلاين. طبعا الشوبنج عندنا اونلاين هنا ده معروف جدا. وبنصر بنشتري اونلاين عادي جدا. امان ما فيش فيه اي مشكلة خالص. وفيه طبعا توصيل. هنا بقى كنسيف ما عندوش توصيل بس عنده حاجة انك انت بتقدر انك تعمل شوبنج اونلاين وبتحجز حاجة اسمها تايم سلوت. انه هو الشوبنج بتاعك هيكون موجود في خزنة في السوبر ماركت الفلاني في المكان الفلاني. تقدر تختاره من فوق من هنا. تمام? بتروح بتلاقي المنتجات بتاعتك موجودة. طبعا انت بتدفع اونلاين وكل حاجة. بتروح بتلاقي الحاجات بتاعتك كلها متعبية. يضبك بتاخدها وتمشي. بدل ما انك تروح تضيع وقت في السوبر ماركت وتشتري الحاجات من السوبر ماركت بتقعد ساعة ولا ساعتين في السوبر ماركت تدور على منتجاتك. لا ممكن بتعمل شوبنج بتاعك اونلاين وتدفع اونلاين وتروح تستلمها على الجاهز على طول. طبعا التلاتة بيعملوا كده. التلاتة سوبر ماركت. كاونداون باكن سيف نيو وورلد. ارجع تاني اقول ان كاونداون وباكن سيف. الاسعار بتاعتهم متقربة جدا. نيو وورلد انا الصفحة بتاعتي على الفيسبوك ليبينج نيزيلاند بايشا هناز. اه ابعتولي عليها. انا برد على كل الناس. وان شاء الله اكون افادتكم وادعموني بسبسكرايب. شكرا لكم. سلام عليكم.